مجلس النواب ملفات جلسة اليوم إلى الأسبوع القادم وتخصيصها لمناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين جراء العمل الإرهابي الذي استهدف أمن البحرين وأستقرارها والآمنين في منازلهم وعصب الاقتصاد الوطني هذا هو موقف مجلس النواب الذي صوت أعضاؤه بأن تفجير أنبوب النفط في منطقة بوري هو عدوان إرهابي وتطور نوعي خطير يجب التصدي له بكافة الإجراءات القانونية مشيدا المجلس بدور رجال الأمن في حفظ الأمن والممتلكات العامة وأرواح المواطنين والمقيمين عبر أصحاب السعادة النواب أن وجدت نظرهم فيما تم من أحداث أخيرة في مملكة البحرين وكانت لهم كلمات تتصور بأنها كلمات موفقة جدا وقفوا مع القيادة ووقفوا كذلك مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية ومنفذي القانون في أي عمل إرهابية مسأمن واستقرار مملكة البحرين لا بد أن تكون لمجلس النواب وقفة صارمة في دعم جميع التشريعات الخاصة التي تخدم السلطة التنفيذية لقطع أيدي المخربين والإرهابيين الذين يؤثون في الأرض فسادع مجلس النواب اليوم رحل جميع بنود أعمال جلسته العادية وخصص الجلسة لمناقشة هذا الموضوع نعتقد أن التشريعات القائمة تم تعديلها في الفترة الأخيرة وأن هذا العمل مجرم في هذه التشريعات وبالتالي هو عمل إرهابي تنطبق عليه قانون حماية المجتمع من الأعمال الرهابية وتعديلاتها الأخيرة والتعديلات الدستورية الأخيرة أيضا التي شملت عمليات الإرهاب صوت المجلس استنكر العمل الإرهابي الذي لم يراعي حرمة منطقة سكنية آمنة وبث في نفوس أهلها الدعر والخوف ضاربا في الحائط كل الأعراف والقوانين واستنكر التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن البحلي نحب أن أتأكد على نقطة مهمة نقطة المحورية التي نحب أن أتأكد عليها أنه لا يحد يقبل في مملكة البحرين بين تستهدف أرواحه والمنشآت العامة إلى مملكة البحرين هذه النقطة المحورية التي نحب أن تتكلم فيها أي أن كان أيضا أنه لا يحد يقبل أن يتدخل أي دولة في شؤونه الداخلية فما بالش إذا كان يتدخل في شؤون تخريبية في بلدنا العزيز كما نحث دورنا أيضا من السلطة التشريعية في إبراز دور التشريعات التي تخدم السلطة التنفيذية لمثل هذه الإجراءات فهذه البحرين عرفت منذ القدم متماسكين ومترابطين خلف قيادتنا الرشيدة ونشجب ونستنكر دائما أي تدخل سواء كان من إيران أو من دول الجوار ونحن دائما نحترم حقوق دول الجوار ولا نتدخل في شؤونهم الداخلية لا شيء بأن مجلس النواب عدل العديد من التشريعات التي تحد من الأرهاب خلال الفترة الماضية والمجلس داعم لكافة التوجهات الحكومية من أجل تعزيز وتعليل أي مشروع يسهم في حفظ آمن واستقرار البحرين استوجب اليوم علينا ترحيل جدوى الأعمال للجلسة جلسة اليوم ومناقشة طرح البيان التي تقدم من أغلب النواب بالنظر في موضوع التدخلات الإيرانية السافرة في مملكة البحرين واليوم التدخل هذا جدا واضح هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية في حق الوطن والإنسانية تقابلها قوانين وتشريعات تطال العابثين بأمن الوطن وتفوت الفرصة على كل من يحاول أن ينال من مقدرات مملكة البحرين ومكتسباتها التنموية ترجمة نانسي قنقر